تعالوا أقول لكم حاجة اللي احنا بنعيش فيه واللي احنا بنتعلق بتمرد أولادنا ده تمرد أولادنا يا سادة لازم نعرف أنه هو تمرد تواصل مش تمرد مرحلة سنية ولذلك التمرد ده ممكن يبقى في أي مرحلة سنية التمرد ده ممكن يكون في الواحد لما بقى 21 سنة و28 سنة و23 سنة هو متمرد متمرد ليه؟ لأن التمرد ده حالة لكن لما نجي نشوف التمرد اللي بيحصل لأولادنا بقى نلاقي التمرد مش هينفع أن احنا نحصره في مرحلة المرهقة لكن احنا ممكن نلاقي التمرد في أوقات كتير وعشان كده تلاقي كتير من أولادنا بيقولوا أنا مش بعرف أتكلم مع بابا وماما كل ما بقوله حاجة عندهم كلمة واحدة هي لأ لأ أوقات رأيتنا في التعامل مع أولادنا بتخلي أولادنا يحسوا بالتهديد فيلجأوا للتمرد عارف بيرجأ للتمرد ليه؟ لأن أنت لما بتهدده هو عايز يقولك أنا وصلت لدرجة الاستقلال وأنا مش خايف فبيتمرد عشان يأمن نفسه آه أنت عايز تقول إيه؟ أنا عايز أقولكم أن التمرد ده أحد أسليب مش الاستقلال بس أحد أسليب حماية النفس يعني هو لما بتمرد عليك هو حس أن أنت بتمرس الهجوم عليه فتمرد عشان يعمل زي ما بيقولوه كده في الاصطلاح بيعمل سيلفة فنس وعشان كده بتزيد حتة التمرد لما بنمرس مع أولادنا التسلط طول الوقت كلمتي هي اللي تمشي ولما بنستخدم معاهم دايماً طريق شريط الولدية الانتقادية أنت عمرك ما بتعمل حاجة كويسة أبداً عارفين أنا كلمتكم قبل كده عن تحليل للتواصل المتبادل مع بعض اللي هو حالات الزات التبادلية اللي اكتشافها إيريك بيرن واتكلم عنها بيحصل إيه بقى فيه شوية شرائط فيه ست شرائط موجودة عند كل واحد فينا فلما حد بيستخدم الولدية الانتقادية بتاعت الصباح ده اللي انت عمرك ما بتعمل حاجة صح على طول الإبن بيطلع له شريط الطفولة المتمردة أو ساعدت يطلع له الولدية الانتقادية برضو وانت ليه بتكلمني كده هو أنت فاكر أن أنت على صحة ما أنت عملته 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 ها كمان وعشان كده لما بتيجي لما بيجي الواحد مننا يتدخل في حياة أولاده بيظن أنه هو بنقدم لهم الإرشاد والدعم المناسب فبدأ ما بنرشد وندعمه بنحاول نعمل إيه نسيطر بقراءنا وأفكارنا عليه ولما كمان مش بنسمح لأولادنا أنهم يعبروا عن نفسهم بأريحية بيحصل لهم حالة من حالات ماذا حالة من حالات الاستنفار ما أنا عايز أعبر زي ما هو بيعبر هو إنسان وأنا إنسان ليه ما أعتبر مشاعر وما أعتبر أحسسه وما أعتبر أفكاره مقدسة وأنا أفكاري هيبارة عن هدر أنا عندي مستقبل كبير محتاج أعبر عشان أكتشف مستقبلي ليه هو بيسد علي الأفق ليه بيمنعني من أنه نتحرك ليه هو عايز يعجزني كده ليه هو عايز يحسسني إن حياتي دياءة زي حياته أنا شايف حياتي أوسع بكتير ويقوله كلام ده بشكله أو بآخر ويزيد أو احتمالية التمرد عند أولادنا لما يكون مربي حد التفكير عنده تفكير بالنقية واحدة البرفكشانست بقى أنا يعني ناقص يقول لا أريكم إلا ما أرى يعني بيفكر طريقة أبيض ويسود ما عندوش ألوان فيميل دايما للتطرف يحكم على الأشياء بالتطرف يحكم على الأشخاص بالتطرف ومع أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا نتعامل مع الأشياء بإيه فأوغيلوا فيه برفق حتى في الدين كل حاجة كل حاجة محتاجة مننا رفق فإن الرفقة ما كان في شيء إلا زانة وما نوزع من شيء إلا شانة فمثلا أنه يقول لابنه ما تصحبش فلان أبو شعر طويل ومنكوش ليه سيدي ما تصحبش أبو شعر طويل أنا عارف إن الكلام ده تعيزك بعض الناس يعني أنا عارف إن الأمهات تيجي تقول لي أنا خايف الواد يطلع إيه يكون ماشي مع العيال ملاحدة ليه يا ستي الواد مطور شعره واللي بطوره شعرهم دولة يعني في الغالب واليلات أدب وأخلاقهم مش حلو والعيال بيبوحشين